انتخابات رابعة مقبلة خلال عامين لدى الاحتلال الاسرائيلي هذا القرار جاء بعد حل الكنيسة منتصف ليل الاربعاء اثر فشل اعضاء البرلمان في تمرير الموازنة العامة ازمة سياسية تضرب مجددا دولة الاحتلال ربما يكون تهوينا من شانها انقيل انهاجات على خلفية تمرير الموازنة فالمعروف من شهور ان الخلافات باتت ظاهرة للعيان بين شراكاء حكومة الوحدة والطوارئ التي شكلها في الربيع رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو ومنافسه الانتخابي السابق بن جانتس حكومة ائتلافية بين الطرفين كان من المفترض ان تستمر لمدة ثلاث سنوات على ان يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة لثمانية عشر شهرا ويتولى جانتس المنصب في 22 نوفمبر من العام المقبل غير ان الواقع يقول انها كانت حكومة اختلافية سارت عرجاء منذ اللحظة الاولى لولادتها وكان استحقاقا طبيعيا ان تتفكك ببط وصولا للقرار الاخير بحل الكنيسة والدعوة لانتخابات مقبلة من المقرر ان تجري في شهر اذار المقبل جانتس من جانبه اتهم نتنياهو برفض الموافقة على الميزانية لأسباب سياسية شخصية مصرا على ضرورة ان يقرى التحالف ميزانية لمدة عامين بما في ذلك 2021 بحجة ان دولة الاحتلال تحتاج الى الاستقرار بعد اسوأ ازمة سياسية في تاريخها وتدمير اقتصادها بسبب وباء كوفيد 19 غير ان نتنياهو رفض المصادقة على الميزانية وقال معارضه انه تكتيك سياسي يهدف من خلاله لابقاء التحالف بحالة غير مستقرة ما يسهل عليه اسقاط الحكومة قبل ان يضطر الى تسليم السلطة الى ايغانتس فكيف يبدو شكل الاحتلال الاسرائيلي بعد الانتخابات الرابعة المقبلة وهل سيتمكن نتنياهو من البقاء في الحكومة ام ان دورة حياته السياسية شارفت على الانتهاء خصوصا في ظل متابعته امام القضاء بتهمة الفساد